اشتركوا في القناة الاسبوع القادم سيكون انتخابات المكتب السياسي العضاء الهائي العالية سينتخبون ست اعضاء للمكتب السياسي ومن ثم تكوين امانات الامانة المركزية وبعدها هنتابع المحافظات عشان نشكل امانات المحافظات واستكمال باقي القواعد التنظيمية داخل الحزب ما مدى تدخل ساوروس في الشؤون القانونية؟ الحياة المهندس نيبس فيروس هو مؤسس الحزب والداعي لتأسيس حزب المصيني الأحرار وهو قيمته من خلال اسمه ودعمه اللوجستي والمالي للحزب ده واضح للجميع ما حدش يقدر ينكره لكن من الكذب ان نختازل حزب المصيني الأحرار وتاريخ حزب المصيني الأحرار وتحركات حزب المصيني الأحرار في شخص مهندس نجيب بالعكس مهندس نجيب من الاشخاص اللي بدعموا حزب المصيني الأحرار بعيدا عن اي محاولة لمحاولات السيطرة زي ما الناس بتحاول تمرر بالعجس هو من أكثر الرجال اللي شاهدناهم في حزب مصير الأحرار باستمع للرأي كل الأعضاء وكل القيادة والمهندس نجيب سوفيروس لو كان عايزي برايس حزب مصير الأحرار تأكدي إنه كان سيفوز باكتساح ففكرة إنه بيسيطر على الحزب أو فكرة إنه بيواجه ده مش حقيقي المهندس نجيب له من الثقل والقوة داخل حزب مصير الأحرار بيعتبره رمز سياسي داخل الحزب والجميع يعلم عطاءه ودعمه الشديد لحزب مصير الأحرار لكن حزب مصير الأحرار نهارده عنده قواعده المنتخبة الممثلة في العائل العليا ورئيس الحزب كما ذكرت من قليل وعنده أعضاء جمعية العمومية هما اللي بيحددوا المصور بتاع الحزب من خلال انتخابات مفتوحة أمام الجميع